همى الدياب والقوى المهاجرة أو المبدعين المهاجرين أو الناجحين أو وأنا جاي من دبي شفت نموذجين نموذج في المطار ونموذج في مطار مصر بعد ما وصلنا النموذج اللي في المطار شاب مصري قعدنا مع بعض قال لي أنه جاي من الرياض قال لي أنا عندي مصنع هناك بيصنع قال لي أبسط لك المسألة أنت بتروح تعمل في أي مركز تحليل أو معمل تحليل بياخدوا منك عينة دم أنا دوري بوفر كل المواد اللي بتستخدم مع العينة دي علشان تطلع النتائج طب أنت ليه ما عملتوش في المصر؟ قال المصر ده أنا طلعين أهلي ده أنا تعذبت عذاب وحاولت وإجراءات والصناعة والتجارة والأرض ويدفع في الأرض المتر بعشر تلاف جنيه وبتاع فاخدت بعض وروحت الرياض قلت له يعني الرياض حتوفر لك إيه مش متوفر في مصر؟ قال لي خلال أيام عملت المصنع بتاعي ادوني الهنجر كامل أنا قسمته بس من جوه ادوني المتر بريال واحد هنا المتر بعشر تلاف قال لي أنا مستثمر ادوني المتر بريال بريال في الشهر يعني لو أخد عشر تلاف متر هيدفع عشر تلاف في الشهر قلت له طب والضرائب قال لي بدفع عشرين في المية على صاف الربح بس قال لي بس وشايلين عننا ضريبة القيمة المضافة وبيجيب مصر بيوزع هنا عنده مكتب علشان يوزع طب بتصدر منين قال لي أنا بصدر من الإمارات لأن إجراءات التصدير من الإمارات أيصر فروحت أصدر من هناك أنتوا فاهمين إحنا خسرنا قد إيه من واحد علشان قلنا له المتر بعشر تلاف جنيه وأنا بشجع صناعة طوله هتدفع ضريبة وقيمة مضافة وحتطلع عين أهلك وحتتعذب وحتتعب هرب هرب بس بيحب البلد وراجعوا في النهاية بيحاول الفلوس للبلد لكن أنا بشاور على كيف تفكر الدول الجارة والشقيقة في استقطاب عناصر مبدعة أو صناعة بتدر فلوس نعمل إيه؟ يعني نعمل إيه وإحنا بنطفش كده وتعبنا التاني نزلت المطار لقيت شاب لطيف وإحنا بنستمع الشنط كده على السير جاي لي بيديني إزازة مية اللونها أزرق شكلها شيك أو إزازة شكلها تحفة بصراحة مش رفتهاش قبل كده قال ليه رائخ في الإزازة دي قلت له حلوة قال لي دوق الماء دوقت الماء قلت له جميلة الماء قال لي أنا مش عارف أدخل الماء دي مصر قال لي عرفت صنعها مصر أنا توهد ما بين الرقابة على الأغذية والتصرحات ووزارة الصناعة تاني اللي بيأتي اسمها كتير جدا في مشاكل شباب كتير فروحت لإمارات قلت له بعدين قال لخلال أسبوع كنت مخلص كل حاجة واتعاقت على مع كذا مؤسسة كبيرة أنها هتأخذ هذه الماء أنا زعلت أنا بحب البلد دي المشكلة فين مشكلة عند مين أنا حقول لكم بصراحة والله العظيم ولا فيها تملق ولا فيها أي حاجة الرئيس عفتاح سيسي عنده نمط في الشغل مختلف تماما اللي هو بيكسر الحواجز والقوانين الأديمة والبريقراطية علشان يمشي الشغل علشان كده كان عامل شب حكومة مختلفة عن الحكومة الموجودة واستجل الحكومة الموجودة للمساعدة وده من الانتقادات اللي بتوجه وهو مش ده اللي كنا بنتمنىه بس الواقع بيقول كده عندما تدخل في الدهاليز الحكومة وتدخل في بيروقراطيتها والمسؤول صوابعه وإيديه بتترعش ومش قادر ياخد قرار فمكبر دماغه المهم إنها تسير الرئيس بيشتغل بنمط اضطر إليه وكان يجب أن يكون في مرحلة والفكرة اللي بنقوم بيها الآن وفكرة الخصخصة وفكرة المشاركة وفكرة البيع وفكرة هو كان جزء لو لا إنه مش بالطريقة دي ما كانش حيتم بجماله بأخطاءه لكن ستظل الحكومة وهذا ليس عيبا في الدكتور مصطفى مدبولي بالمناسبة أنا بانتقد البيروقراطية المصرية والمسؤولين المصريين سيادة الرئيس أنا عايزين شباب في الحكومة عايزين شباب يعرف ياخد قرارات يحس بالناس أنا رحت برسعيد مرة اكتشفت هناك مصنع بيصدر كويتش بالمليارات لما سمعت القصة بتاعته شفت مع معاناة هذا الرجل مع وزارة الصناعة لسنين ولم تتم إلا باتصال من أعلى من الوزير من المحافظ السيد الواء عادل الغضبان بمسؤولين ومطردته للوزيرة وتدخل من فوق علشان يبقى مصنع بيصدر بمليارات كويتش بتصنع في مصر في برسعيد شاب ابتدى بقت ميزانيته معدية 3 مليار شاب ابتدى توفرت له الظروف لأن فيه محافظ ساعتها فكر وقال مش حسيبه هذه المشكلة محتاجة عقلية خاصة محتاجة ناس مش حاب مش حاب لا أشكك في ولاء أحد من اللي عادين على الكراسي ولكن فيه مشكلة حققية فيه بيروقراطية فيه بتاع شون قناة يبقى لا لو مدتها تروح في دهية وحد بيقول لها طب مش معنى هندي الداب كذا والأرض احنا عايزين فلوس دلوقتي فيه قصر في النظر عند البعض انك عايش فلوس دلوقتي لكن لو كان عندنا صناعة بقالنا سنين ولو شجعنا الناس اللي احنا بنتفشها كان زمان عندنا دخل كان زمان عندنا عملة صعبة كان عندنا ناس قاعدة في البلد بتديه ده حوار طويل وحننقشوا على مرات ومرات ومرات ومش حنيقس علشان نجيب ولادنا اللي بره اللي طلعوا دول احنا بلد بتتبني لسه وعندنا أزمات في العملة الصعبة وعندنا أزمات في الصناعة لابد أن نسحى ونبقى عندنا شجاعة علشان نلحق الباقي قبل ما يطلعوا كمان ترجمة نانسي قنقر